هكذا كانت حياة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضيه عنهم تأمل النبي صلى الله عليه وسلم هكذا يعيش تدخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ماذا حجرات زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كيف تكون ما أضيقها يصلي النبي صلى الله عليه وسلم قيام الليل عائشة تضع قدمها في قبلته فإذا سجد غمزها والبيوت ليس فيها مصابيح كان الحسن البصري يعني بعد حياة النبي صلى الله عليه وسلم ومن التابعين يقول كنت أدخل حجرات زوجات النبي صلى الله عليه وسلم قال فأرفع يدي فألمس سقفها وهو يعني قرب البلوغ يعني سقفها منخفض وبناؤها ضيق وينام على الحصير حتى يؤثر في بدنه ويمر عليهم الهلال ثم الهلال ثم الهلال شهران ما يوقد في بيت النبي صلى الله عليه وسلم نار فيقول عروة لخالة عائشة خالة ما كان يعيشكم قالت الأسودان التمر والماء عن شهران كان النبي صلى الله عليه وسلم يتلوى من الجوع ما يجد ما يملأ بطن من التمر اليابس الدقل وما رأى خبزا مرققا في حياته قط يعني الخبز لما يخبز له مع النخال والقشر ما يجهز وينخل حتى يذهب القشر ويكون الخبز رقيقا أبيض صافي لا ما رآه في حياته قط لا إله إلا الله اليوم نحن كم نتمتع بالمأكلات والمشروبات والنعيم في دنيانا أولئك عرفوا حقيقة الدنيا لكن نحن انخدعنا بها نحن غرتنا الدنيا أولئك قوم صدقوا مع الله وتجردوا للآخرة فزادوا في الدنيا